قال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إن مصر قدمت نموذجاً يحتذا به في تطبيق كود الإتاحة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناقب 27 وأكد المجلس أن المؤتمر عكس إحراز مصر تقدماً كبيراً في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع غيرهم في المجتمع لا سيما تطبيق كود الإتاحة المكانية التي قطعت فيه شوطاً كبيراً في الجمهورية الجديدة هذا وقد أكد المجلس أن سبل الإتاحة خلال انعقاد المؤتمر كان على مستوى عال من الكفاءة والجودة مشيرة إلى أن الدولة لا تدخل جهداً في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع في الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة